سؤال سهل في الأول أول شيء حلاك هتقول لي السبب خل الأهلي يكسب الدوري السندي حلاك هتقول لي السبب خل الأهلي يكسب الدوري السندي ماشي ماشي ابتأ ابتدي بكابتن محمد والابتدي أنا على طول كب ابتأ ماشي ابتدي لابس قرارات طيب لابس قرارات بيبدأ على طول طيب في أسباب كتيرة جدا خلت النادي الأهلي يخلو الدوري ولكن في أسباب بتبقى أكبر تأثيرا وده لها أكلم عليه النهاردة أنا وجيمي أنا بشوف أنه واحدة من أهم الأسباب أن النادي الأهلي السنتين اللي خسر فيهم الدوري قدام زمالك فريرة كان بسبب قصة النادي أهلي بعد ما خلص أفريقيا كان عنده ضغط مباراة بشكل كبير جدا فقط فيه نقاط كتيرة جدا السنة دي حصل ضغط أكبر من أي ضغط فات في المواسم الفات على النادي الأهلي الأهلي لها بحوالي 15 مباراة كل 3 أيام باستثناء مباراة واحدة والسبب الأهم من وجهة نظري اللي رايح مارس الكولور هو من المورات النادي الأهلي ونادي الزمالك ما تلعبتش تعال نشوف بالكالندر كده أو بالتواريخ النادي الأهلي من بعد ماتش الترجي قعد يلعب كل 3 أيام مباراة باستثناء مباراة نادي الزمالك نادي الأهلي بعد ماتش على طول بعد ماتش الترجي لعب فرق يوم 14 بعدها ب3 أيام للاتحاد يوم 18 بعدها ب3 أيام الداخلية يوم 21 كريم تعال بقى نخش على من يوم 21 كان بعديها من أربع تيام بالزبط كان مباراة النادي الأهلي والزمالك اللي ما تلعبتش النادي الأهلي ساعتها كان عنده 42 نقطة من 18 مباراة وبيرامتس كان عنده 62 نقطة من 25 مباراة تقريبا الفرق كان حوالي 20 نقطة نادي الزمالك النادي الوحيد طبعا النادي الأهلي السنة غلب مطشين مطش الزمالك والمطش الزمالك والبنك الأهلي إذن لما ديت سبع تيام راحة للنادي الأهلي قدر النادي الأهلي أنه هو يلم تاني كل المشاكل اللي عنده سواء بدنية سواء إصابات سواء أنت ديته سبع تيام كاملين لمدة أسبوع النادي الأهلي قدر أنه هو ياخد راحة بص هنا تلاقي كل مباراة الأهلي لحد مطش بتاع بيرامتس كل ثلاث تيام الرابع يوم يبقى على طول في مطش أهم سبب من وجهة نظري من الأسباب طبعا مش أهم سبب تأجيل مباراة نادي الزمالك نادي الزمالك ما هي مكان ديربي ما تضمنش إيه اللي هيحصل سواء المطش كان خلص بتعادل أو سواء المطش كان خلص بخسارة كان نادي الأهلي كده كده الرام بتاعته والرقم التاريخي بتاع مارس الكولور في عدد المباراة المتتالية ما كانش هيحصل فأنا بشوف الزمالك ما هي مباراة ما تلعبتش كانت من أهم وأكبر الأسباب لتتويج النادي الأهلي بالدوري علشان خاطر اللي حصل قبل كده من سنتين فاته ترجمة نانسي قنقر